أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مؤسسة التمويل الدولية ستقوم بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب على همش توقيع تفاقية تقديم الدعم الفنية والاستشاري لضمان تنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة الحقيقة النهاردة إحنا بنشهد الحقيقة حدث مهم جدا في خطة الحكومة اللي أعلنت عنها في موضوع التروحات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إحنا يمكن كنا أعلنها من فترة عن عدد من الشركات اللي إحنا حددناها بصورة تقديرية ب32 شركة للدولة المصرية بتعتزم طرحهم لسواء لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال الطرح العام في البورس وبالفعل إحنا واخدين خطوات تنفيذية ونأمل إن شاء الله قريبا في الإعلان عنها في عدد من هذه الأصول ده غير بالفعل شركتين طرحناهم كان شركة بكين وجزء من الشركة المصرية لاتصالات اللي بالفعل تم إنهاء أعماله ولكن هنا يمكن عشان نضمن استدامة وحوكمة المنظومة على مدى طويل هنا كان الشراكة المهمة جدا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في إطار البرنامج أو إطار القطري للشراكة ما بين البنك الدولي ومصر